بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم العاشرة صباحا يوم جديد وضيف جديد وحلقة جديدة ومميز ومهم هنتكلم فيه عن الأوضاع والأحوال والشخصيات اللي حولينا في مجتمعنا المصري والعربي ما للزمان على العروبة صاخطا أم أن نعتدن الهواء نتطبعا ما للبلاد تشرذمت حتى غدت من ضعفها والذل بات تصفعا كل على ليله يشد شاردا كل على ليله يشد شاردا ذل هوان كل يوم نجرعا ما للقلوب تباعدت ما للقلوب تباعدت وتشتتت أو ما ترى أفكارنا لن تجمعا أشلاء أمتنا تناثر باعها أشلاء أمتنا تناثر باعها والبعض منها للكلاب مقطعا استحقرونا بيننا عونا لهم باتت بلاد العربي سهلا مرتعا بتنا غثاءا نحن لا وزنا لنا حقلا مباحا للتجارب مرتعا يا ويح قلبي هل لنا من مخرج عودا إلى الرحمن حلا أنجعا يا إخوة العربي تلك أخوة هي قوة فيها الخلاص تجمعا دول فيها أسود الأرض دول فيها خير أجناد الأرض مصر وليبيا والسعودية والسودان دول عربية فيها خير الشباب وحالها كما نرى لأنها أسلمت أذنها لأعدائها وتركت الوقوف خلف جيشها وبلادها معنا ومعكم أخونا الناشط المدني الليبي الأستاذ عبدالله أويدان هنفتح معنا نهاردة ملفات كبيرة ومهمة وخطيرة عن الوضع الأمن الليبي وملف الجرح الليبيين ودور جمعيات المجتمع المدني في عملية إنقاذ ليبيا أهلا بك أستاذ عبدالله أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى وأهلا وسهلا بكل مشاهديك الكرام وكل متابعين قناة الصحة والجمال حباك نورتنا النهاردة وأنا سعيد يمكنني أنني كنت حايفة أطلع معك المدني فاتت بس ظروف حالة وأنا سعيد بوجودك معك جدا النهاردة أهلا وسهلا بك وبساعدتك وبكل اللي يتابعوا فينا الآن عبر قناة الصحة والجمال يمكننا مرينا من عشر سنين بوضع مخزي في الوطن العربي وكاننا ضمن مؤمرة كبيرة كان من ضمنها مصر وليبيا وكثير من الدولة العربية والحمد لله ربنا نجى الدولة المصرية منها وأطال الشعب الليبي جزء منها فإحنا النهاردة عاوزين نتكلم بعد تسيطرة الجيش الليبي على الوضع واستقرار الوضع لحد ما في الدولة الليبية ووجود حكومة حاليا موجودة في الدولة الليبية حقيقة الوضع الراهن بقى في الدولة اللي بيح حاليا الوضع الراهن اللي احنا بنمر بيه في اللي بيئي طبعا سيد مصطفى كيزي بذكرت حاضرتك أنت قبل قليل طبعا الشعوب العربية عانت الكثير خلال الأزمات السابقة ولعل بعثا أن دولة ليبيا عانت من هذه الحروب طيلت التسع سنوات الماضية ولهذه اللحظة التابعيات هذه الأحداث المأسوية التي عاشتها ليبيا صراحة في ظل الظروف التي مرت بها الاستثنائية هذه الأحداث أدت إلى سيطرة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية على مفاصل الدولة في ليبيا هذه الميليشيات سيطرت على كل ما يتعلق بالأمور المدنية والسياسية داخل ليبيا عاتت في الأرض فسادا صراحة كانت الأوضاع قبل خمس سنوات مزرية جدا ولكن الآن الحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى وفضل شباب ليبيا الغيوين على الوطن وغيوين على هذا البلد أرادوا أن يخرجوا هذا البلد من هذه الأزمات ومن هذه الحروب ومن هذه التنظيمات بإذن الله إلى بر الأمان وفضل الله سبحانه وتعالى توحدت الجهود في لملمة الجيش الليبي بقيادة موحدة تحت إيطال موحد تحت سلطة البرلمان الليبي من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وفضل الله سبحانه وتعالى الآن نسبة كبيرة جدا من الأراضي الليبية والمدن الليبية تحت سيطرة القوات المسلحة الحمد لله بفضل ربنا طبعا وبفضل تكاتف الشعب الليبي والشعب الليبي يعطى من أكثر الشعوب شبها بالشعب المصري ودائما إحنا عاوزين نقول حاجة الخفيفش الظلام والإرهابيين والخمنة والأملاء أن أنتم كلما طلع قرن قطع كلما يبلكوا لثان أو يبلكوا دماغ أو يبلكوا ذراع إن شاء الله يقطع بأيدي المخلصين وأيدي أبناء الوطن الواحد لن تتركوا في أي بقع من بقع الأرض فجيوش العرب كلها واحد وأرض العرب كلها واحد وأبناء العرب كلهم ضدكم لن تفلحوا عاوزين نبقى نتكلم يا فندم عن دور الجيش في مكافحة الإرهاب طبعا زي ما ذكرت لحضرتك أن توحد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة وتحت سلطة البرلمان وتحت حكومة واحدة أدى بهذا التوحد إلى القضاء على العديد من التنظيمات الإرهابية طبعا لعله وعسى الكل يعلم من العديد من التنظيمات الإرهابية التي سيطرت على مفاصل الدولة وعدة مدن مدنية من ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية داعش وتنظيم أنصار الشريعة وتنظيم الإخوان المسلمين والعديد من هذه التنظيمات التي سيطرت على البلاد وكل من هذه التنظيمات لها جناح معين ولها سلطة معينة أنا دائما كنت بتتلم في نقطة أن ما فيش مصيبة ولا في جماعة منحلة ولا فكر مخرف ولا مخرب اللي كانت الإخوان المسلمين لهم زراع فيه ما فيش وأسماء رنانة إخوان المسلمين وأنصار شريعة ودولة إسلامية وهم عن الإسلام ببعايد دول اللي لهم علاقة بالإسلام والعراب حاجة عن الإسلام دول تجار أعراض تجار بيوت تجار خدم تجار سباية إنما أنهم يكونوا أصحاب دول وأصحاب حكومات وأصحاب قوارات ويخدموا شعوب ده مش موجود أبدا لا هم يخدموا لمصالح نفسهم ومصالح أجندات خارجية ودول بعينها صراحة هنقول واضحين يا سيد مصطفى هذه التنظيمات لا تعمل لصالح الوطن ولا تعمل لصالح المواطنين ولا تعمل لصالح الدول العربية ولكن تعمل لأجندات خاصة لتدمير الشعوب وتدمير مقدراتها هذه التنظيمات سيطرت وقامت بقمع المدنيين وقمع المواطنين وأدت إلى استنزاف ثروات الشعب الليبي وأدت إلى انهيار اقتصاد الليبي داخل ليبيا ومن قتل وانتهاء طال كافة شريح المجتمع من نشطاء مدنيين من نشطاء سياسيين كذلك من أطقم طبية وغيرها فهذه التنظيمات كانت صراحة تعمل من أجل تدمير كافة الخدمات وكافة ما يتعلق بيهم تدمير وطن تدمير بنية تحتية تدمير منشآت تدمير أوطان يا أما أنك تكون معاي وفي صفي يا أما تقتل يا أما تكون معاي وتنشي كلمتي يا أما شني تنتهي فهذا كان سياسة هذه التنظيمات وهو ده سياسة كل الجامعات المتصرفة يعني الإخوة المسلمين من ليس معنا فهو علينا اللي مش معانا علينا اللي مش زينا ويسمع كلامنا ويسمع والنفذ زينا عاوزينه خلاص بها عدوه سياسة الرأي والرأي الآخر وتقبل فكرة تقول لا ليست موجود عنده يعني صراحة يعني هذه التنظيمات يما تكون معاي يما تقتل صحيح دايما بنتكلم هنخش بقى في النقطة بتاعة ملف الصحة بما أنه شغلنا وحاجات في مجالنا ملف الصحة اللي موجود في ليبيا أكيد طبعا ملف الصحة صراحة في ليبيا يعاني الكثير خلال السنوات السابقة الصحة تكاد في ليبيا حوالي ما أعطيكش نسبة معينة ولكن الوضع متلد نوعا ما الخدمات الصحية أغلبها ضعيفة جدا وخاصة في ظل عدم موجود سلطة واحدة وعدم موجود حكومة موحدة تحت سلطة واحدة فهذه الأزمات أدت إلى تدهور الوضع الصحي صراحة بعض المستشفيات مغلقة بعض المستشفيات تم نهبها والاعتداء عليها من قبل الميليشيات المسلحة سيطرت تم نهبها والسيطرة عليها من قبل أدعياء الإسلام وأدعي الصورة وأدعياء الحرية سيطروا سروا وقوط المرضى نعم يعني احنا بنحس ان احنا في آخر الزمان لما يبقى بعض أدعياء الصورة وأدعياء الفوضى وأدعياء التحرر هم يكون لهم اللسان والتقدم والتسلط على المدنيين والعزل يعني أنا أقول تجار هم دول تجار تجار أعراض تجار مرضى وتجار بيتجرب ألام الناس أنا ممكن من كم يوم سمعت عن ملف كنت بقرف ملف اللاجئين السوريين وملف اللاجئين الليبين عن عصابات تجارة الأعراض اللي اشتغلت بعد الصورات فعرفت ان ده كان مخطط معمول عشان هدف معين يعني احنا تلويس سمعة الشرفاء والكلام في المنصفين والكلام في أهل الحق هو ده شغلهم يشوهم سمعة الناس اللي بتشتغل صالح البلد وهم احتكروا الدين ويحتكروا السياسة ويحتكروا التكفير وصفوك الجنة اللي بيدوها للناس اللي بدخلوا الجنة ويخرجوا من الجنة هم دول طبعا كذلك غياب القانون خلى بعض النفوسهم ضعيفة صراحة السيطرة على هذه المؤسسات الصحية لصالح أنفسهم استغلال القطاع الخاص للمواطنين بشكل رهيب جدا بعدم وجود قانون يضبط هؤلاء تجار القطاع الخاص صراحة أدت هذه الأوضاع المساوية إلى ازدياد حالات الوفيات أو حالات نقص المعدات الطبية ونقص الأدوية ونقص المضادات الحيوية ونقص بعض الأمصال الخاصة ببعض الأمراض داخل ليبيا صراحة الوضع كان مزيد في الفترة الأخيرة في تحسن ملحوظ في قطاع الصحة وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية في تحسن ملحوظ في بعض سيطرة الجيش الليبي على هذه المناطق ورجوع المؤسسات الخدمية لهذه المناطق الإمدادة الطبية بدأت تصل الإمكانيات في المستوى المطلوب ولكن بإذن الله نطبح بإذن الله أن في القريب العاجل بإذن الله أن تكون كافة مؤسسات الصحة بشكل جيد وتحت سلطة واحدة وتحت بند واحد وهو وزارة الصحة إن شاء الله يعني نحن دائما بنتكلم أن الدول اللي ما بتسقط حكومتها أو بيحصل فانفليات أو فوضى ده اللي بيكون الحاصل اللي بيدفع الثمن الشعب والمواطن الخوانة بيهربوا واللي بيدفع الشعب واللي بيدفع الثمن المواطن طيب عاوزين بقى نتكلم عن إطلاق مبادرة لم الشمل وزهاب بقى أطباء مصريين للعمل في ليبيا نعم نحن دائما عارفين أن مصر صباقة في حاجة زي كده ودائما مصر بتساعد إخوة العرب كلهم في حاجة زي كده طبعا أكيد في بعض الإخوة المصريين الأشقاء تواصلوا معنا بشأن تجهيز قافلة طبية من أطباء استشاريين وخصائيين وبعض الأطباء الطبية المساعدة بأنهم يحاولون أن يقدموا مساعدة للشعب الليبي الشقيق خاصة في هذه المحنة الصراحة عجبنا بهذه المبادرة الطيبة وهي مبادرة إنسانية تساهم من أجل رفع المعاناة على المواطنين داخل ليبيا ومساعدة بعض الجرحة من هذه الحرب الموجودة الآن فبإذن الله نحن نجهز في صد التجهيز هذه المبادرة بإذن الله وحاتنظر إن شاء الله الفتاة القادمة إن شاء الله بإذن الله بالتعاون مع الكوادر الطبية داخل جمهورية مصر صراحة ونشكر كل الناس اللي تواصلت في هذا الموضوع واللي يطرحوا الفكرة صراحة مبارك الله فيه إن شاء الله نجهز في هذه المبادرة خلال الفترة الجاية حيكون في بعض الأطباء إن شاء الله بإذن الله حيكون في زيارة رسمية ليبيا وحيكون إن شاء الله بإذن الله التنصيق مع وزارة الصحة في ليبيا بشان إقامة بعض العمليات الجراحية وبعض الخدمات الطبية اللي حتقدمها إن شاء الله بإذن الله هذه المبادرة يعني يمكن إحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تكلم قال إن مصر مش بتحارب الإرهاب في مصر بس نحن نحارب الإرهاب في العالم كله وبنقدم الدعم من كل الدول اللي محتاجة دعم لمواجهة الإرهاب ده وأكيد الحكومة المصرية والدولة المصرية مش هتأثر إن هي تقف جنب الشعب اللي بي في محنته الحالية ضد الإرهاب أو لدان الغشم الإرهاب أو المؤامرة الكبيرة اللي عليك نعم أكيد أستاذ مصر طبعاً الحكومة المصرية والشعب المصري صراحةً هو شعب شقيق يعني لنا تاريخ ممتد من عشرات السنين صراحةً في التعاون مع بعض في الأنسى والأصهار صراحةً يعني إحنا والشعب المصري والشعب الليبي إخوة شرف لنا فندم طبعاً أكيد وحاجة تاني إن إحنا مكافحة الإرهاب لا تقصى على مصر أو ليبيا وغيرها فمكافحة الإرهاب في كل العالم يجب علينا التصدى لهذه المجموعات الإرهابية والإرهاب بكافة أنواعه الإرهاب الفكري والإرهاب الجسدي والسياسي وغيرها كل هذه أنواع الإرهاب وتطرف يجب إحنا كنشطاء مدنيين النواع المواطن ونواع الأسرة ونواع كافة الشعوب بخطورة هذه التنظيمات الإرهابية التي انزرعت خلال هذه الفترة وخاصة في الوطن العربي خلال ما يسمى بالربيع العربي في الفترة الأخيرة التي اجتاحت هذه التنظيمات كافة الشعوب العرابية وأدت إلى استنزاف في الأفكار واستنزاف في العدات والتقاليد وكذلك تغلغلت حتى في الديانات وغيرت من مفهوم بعض الأمور الدينية التي أدت إلى القتل والانتهاك والفتنة وغيرها من هذه الأمور صراحة هذه التنظيمات خطيرة جدا يجب علينا نحن نشطاء أن نوعي كافة الشعوب العربية بخطورة هذه التنظيمات نحن هنقولها وليس هنزهق أن جميع المخططات والعمليات والانحيازات الخطيرة التي الجماعات العربية بتعملها لتأثر على المجتمعات العربية ليس هفلحوا فيها وأن اللي بدفع التمن دائماً للمواطن وزي ما السيد عبد الله قال أنهم يحاولون أنهم يستنزفوا مخدرات الوطن من خيرات ومن ملفات صحية بيسروا أدوية العينين ومن حاجات غزائية بيسرواها عاوزين أن أعرف من حضرتك دور مؤسسات المجتمع المدني المصري والليبي في التعاون بينهم من بعض عشان يدعم الملف الليبي نعم طبعاً كي دور مؤسسات المجتمع المدني دور كبير جداً جداً وخاصة في ظل الفوضى وظل الحروب وظل هذه الإشكاليات التي تواجهها الشعوب بصفة عامة وخاصة الوضع الراحل في دولة ليبيا فدور مؤسسات المجتمع المدني كبير جداً في تخفيف الأزمات في معالجة بعض الملفات وخاصة الملف الصحة صراحة فالمساعدات الإنسانية التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير جداً في تخفيف المعاناة على المواطنين كذلك يساهم المجتمع المدني بشكل كبير في مكافحة الإرهاب وهو الإرهاب الفكري من خلال قرش العمل والندوات والمحاضرات الفكرية التي تساهم في توصيل هذه الأفكار الشريرة وتوعية المواطن من خطورة هذه التنظيمات كذلك المجتمع المدني له دور كبير في تدوير العملية السياسية داخل البلدان فامتكي بشكل ديمقراطي وبشكل سلس حاجة تانية المجتمع المدني صراحة كان له دور كبير في ليبيا صراحة في العمل الإنساني كذلك الأعمال التطوعية والخدمية التي داخل المدن صراحة فالجزء كبير يقع على عاتق المجتمع المدني في تخفيف المعاناة المواطنين داخل ليبيا ما هو ده مش يحصل طبعا غير بتأذر أبناء الوطن الواحد يمكن ليبيا شعبها متماسك زي شعب المصري ما عندكوش جامعات ولا أصدي كطيارات دينية أو مزاهب القصة كلها عندكو زي مصر كلنا واحد وكلنا نعم طيب إحنا عوزين بقى نتكلم عن الملف الأفريقي الليبي بما أن الدولة الليبية من دول الأفريقية الشخيقة الدعم الأفريقي أو اللوجستي الدول الأفريقية تدعمه الليبيا هل هذا حصل ألا بحصلش بتغيير طبعا أكيد فيه تعاون هيكون فيه باعتبار أن دولة ليبيا أحد أعضاء الاتحاد الأفريقي وكان فيه السابق صراحة فيه تعاون كبير جدا بين دولة ليبيا والدول الأفريقية ولكن الفترة الأخيرة كمتابعين لملف الليبي صراحة وجدنا أن الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية الأمتقف بشكل كبير مع الشعب الليبي خاصة في ظل الأوضاع الرهي المر بها صراحة لم يكن فيه مواقف قوية جدا في صالح الشعب الليبي لمكافحة الإرهاب ومساعدة مساند الشعب الليبي في تصدي للمجموعات المسلحة وغيرها ولكن دولة ليبيا أتكين ستكون فيه تواصل مستمر مع الشعوب الأفريقية ونحن كقارة أفريقيا وليبيا كانت من الداعمين للاتحاد الأفريقي المؤسس فيه يمكننا دالما في الدعم المصري برضو الليبي المصري دعمت قيش المصري دعمت دولة ليبيا في الفترة الأخيرة أكيد أكيد طبعا دولة مصري طبعا لا نحصر الخدمات التي تقدمتها للشعب الليبي صراحة لا يكفي أن هي وقوفها جنبا للشعب الليبي واستقبالها لجرح قوات المسلحة صراحة هذا دولة كبيرة جدا 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 أن دولة مصري صراحة واقفة وبكل قوة مع الشعب الليبي وموازلته لمكافحة هذه التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة يمكن الرئيسة الفتح السألها أننا ندعم كل الجيوش وكل المؤسسات العسكرية أو كل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية الموجودة في البلاد العربية وفي العالم كله كمان ضد أي تطرف أو أي خروج أو أي إرهاب فكري أو سياسي بيحصل فيها صدر عبد الله احنا عاوزين برضو نتكلم زي ما تكلمنا في الجرح الليبيين إيه اللي ونقدر نقدمه كوزارة صحة مصرية للجرح الليبيين اللي موجودين في مصر من دعم طبعاً نكيد نوجه برنامجك أستاذ مصطفى أن يعجل بشفاء لكافة الجرحة وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى كل الشهداء بالمغفرة والرحمة صراحة نتكلم على هذا الملف صراحة الشباب ناضلوا وقدموا كل ما لديهم من أجل القضاء على الإرهاب وتطهير الوطن من المجموعات الخارجة على القانون وهذا الفضل صراحة يرجع لشبابنا بغيرتهم على وطنهم وكذلك حرصنا الشديد أننا كمجتمع مدني أن نقف مع هذه الشريحة من الناحية الإنسانية قبل من أي ناحية نعم طبعاً شبابنا اللي الآن موجودين في جمهورية مصر العربية طبعاً قمت بزيارة لكافة الشباب الموجودين هنا صراحة نطلعني على وضعهم والحمد لله أغلب الشباب بحالة جيدة وصحة جيدة في وطنهم التاني نعم أكيد طبعاً وطنهم الأول كمان الصراحة الوزارة الصحة المصرية صراحة من فاتحة كافة المستشفيات داخل مصر لإستقبال الجرحة وتقديم المساعدة الطبية لكافة الجرحة لا يوجد أي صعوبات أو يوجد أي أمور معرقلة لإستقبال الجرحة صراحة إن كانت الأمور كلها ميسرة فهذا يعتبر تواصل جيد مع وزارة الصحة ووقوفها مع الجرحة القوات المسلحة فبالنسبة للشباب نتمنوا لهم الصحة والعافية ونتمنوا لهم الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم ويعجل بشفاهم طبعاً هذه الضريبة ليدفحها الشباب صراحة حسب طلاعي على هذا الملف أغلب الشباب هم المصابين صراحة فنتألم جداً 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 بأن شبابنا صراحةً يكون ضحية هذه التنظيمات الإرهابية وأن يكون لدينا شباب ما بتريد أطراف وشباب مقاعدين صراحة أن نتألم بحصة رحصة شديدة جداً على هذه حول الشباب صراحة فنتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب الله أمين رب إحنا شايفين يا جماعة الدولة المصرية في الفزارة الصحة كان عندنا حملة 100 مليون صحة وكان عندنا حملة فضرة صحة المرأة وكان عندنا حملة الكشفة السرطان السادي وعندنا برضا من الجيش الليبي وقرح الجيش الليبي فالدولة المصرية شغالة إحنا بنكبر وهنكبر برغم أنف الإرهابيين برغم أنف كل واحد مخرب في البلد رسالة بها أخيرة فقالها كده في دقيقة لكل الشعب العربي أحب نوجه رسالة لكل الشعب العربي حاولوا أنكم توقفوا مع وطانكم حاولوا أنكم تكافحوا كافة التنظيمات الإرهابية ووقفوا صف واحد من أجل الوطن ورسالتي لليبيا نتمنى من الله صلى الله عليه وسلم أن يعمى الأمن و الأمان كافة الأراضي الليبية و كافة الشعب الليبي و أن يعود الأمن و الأمان لليبيا من جديد و كل سنة و أنتم بألف خير بمناسبة مولد سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و نتمنى في هذه المناسبة الطيبة أن يكون كل الشعب الليبي و كل الشعب العربي و المصري بخير يا الله أعزائي المشاهدين بنشكر الأستاذ عبدالله و عدان الناشط السياسي الليبي و أحب أن أقولكم أنا كمان كل صحابهم طيبين بمناسبة المعودة للنبي الشريف يا رب يجعل أيامنا كلها فرحة و سعادة و إن شاء الله بإذن الله إحنا ضد الإرهاب و ضد كل إياد ملوثة عاوزة تضمر بلد البلد العربي أو تعمل أي خلل أو خراب في البلد العربية و مش هنسبكم الإرهابيين إحنا مش هنسبكم وراكم وراكم لحد ما نقطعكم من جدركم من كل الدول العربية و من كل العالم أنتم معرفين و أمكنكم معروفة و شغلكم معروف و الأجهزة السياديية في مصر مش هنسبكم في حالكم غير لما تقعكم على سنانكم بإذن الله و تنقذ كل الأوطان العربية من شركم يا تجار الأعراض و تجار الأولاد و تجار السباية و شكراً أعزائي المشاهدين استنوني كل أسبوع كل يوم خميس الساعة العشرة و النصف صباح لفبرناتكم العشرة صباح مع السلام